السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية معكم حمزة من قناة ميتزيديو اليوم رح نحكي عن خمس نصائح للمستجدين للسنافر اللي دخلوا الجامعة جديد رح نحكي عن نصائح اكاديمية كيف تصبح نيرد بالجامعة ويلا نبلش واول نصيحة معنا لليوم هي حاجز اللغة الانجليزية كيف نتخطى هذا الحاجز طبعا هاي النصيحة موجهة للطلاب اللي بدرسوا تخصصات باللغة الانجليزية لازم الطالب يتعود على اللغة الانجليزية ويتعايش معها من اول فصل الو بالجامعة مجرد دخولك الى الجامعة بدك تبلش تتعود على اللغة الانجليزية تحكي مصطلحات باللغة الانجليزية لازم الطالب يبتعد كل البعد عن الترجمة الحرفية للنصوص كيف هيك ممكن يصير بدنا نستعين بطلاب ذو خبرة ماشي لحتى يعطونا فكرة السلايد كاملة يعني بدك تدرس مع الطالب اللي بيقوطه على الطاير ما في مانع اذا بدنا نترجم كلمات بسيطة او كلمات مش نصوص كاملة يعني مثلا كلمات العلاقة بالتخصص تبعنا مثل كلمة مثلا سل بمعنى خلية اتوم بمعنى ذرة جينيتيك ويراثي الى اخره يعني كلمات في صلب التخصص لازم نبتعد كل البعد عن ترجمة النصوص الكاملة بدنا نبعد عن جوجل ترانزليشن ما بدنا نياه منترجم كلمات بناخذ الفكرة العامة للسلايد ومنشوف الكلمات الصعبة اللي موجودة فيه بدنا نحاول قدر الامكان انه انترجم الكلمة مرة واحدة ما انترجمها مرتين يعني مرقت معنا الكلمة اول مرة ترجمناها لما تمرق مرة ثانية لازم نستذكر هاي الكلمة اذا تذكرناها ممتاز اذا ما تذكرناها بنرجع منترجمها مرة ثانية بس خلص اذا ما رقت معنا مرة ثانية لازم نحن نكون شو نكون عارفينها وهيك هيك بنهاية الشابتر رح نكتشف انه نحن حفظنا كم كبير من الكلمات اللي لها علاقة بالتخصص او بالشابتر اللي نحن عم ندرسه ما في عنا مانع بالبداية انه نعمل قاموس للمصطلحات اول الكلمات نجيب دفتر صغير نكتب فيه الكلمات او المصطلحات العلمية اللي بتخص هذا الشابتر ونقرأها بوقت الفراغ ووقت نستنى الباصات يعني ظل بجيبتنا دائما ونعمل ريفريش للمعلومات النصيحة الثانية هي الاصدقاء طبعا زي ما بنعرف نحن انه الجامعة هي المكان اللي رح تلاقي فيه وحن انت ناس كتير ثقافات مختلفة طباعة مختلفة خلال مرحلة جامعية رح تتكون عندك صداقات رح تتبر صداقات العمر اجمل صداقات رح تكتشف في ضمن هاي الجامعة مشان هيك بدك تختار اصحابك بعناية من اول يوم اليك بالجامعة بدك تحرص على انه تختار الصديق اللي بتحس انه ممكن يكون سند حقيقي اليك ممكن يساعدك بالجامعة ويكون سند حقيقي اليك خلال مرحلتك الجامعية هو بالبداية رح يكون سند اليك على الصعيد الشخصي على الصعيد النفسي بس لقدام رح يكون هو السند إليك على الصعيد الأكاديمي أو العلمي رح يساعدك بدراستك الجامعية في ملاحظة بسيطة أن أنت خلال مرحلتك الجامعية ممكن تدخل بعلاقات صداقة وبالنهاية رح تنخدع ورح تكتشف أن هذه العلاقات فاشلة هذا الشيء طبيعي ومتوقع هذا الشيء يعني أكيد موجود لأنه أنت طالع على مجتمع واسع جدا فيه كل أنواع البشر فيه نفسيات متنوعة بتتراوح من الردي إلى الخلوق فأحنا مندور على الإنسان الخلوق فأنت لازم تكون ضد هذه الصدمات على طول بدك تنقي أصدقائك بعناية تختارهم وتعرف كيف تختار صاحبك وبدأ نتذكر قول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني نحن بدأ نختار الشخص اللي رح يقربنا لربنا واللي رح يساعدنا على متابعة الواجبات ومتابعة المحاضرات يعني رح ندور على الأشخاص أو الأصدقاء اللي رح يقول لنا تعال نحضر المحاضرة مش تعال نطش وطنش هاي المحاضرة وبله هاي المحاضرة بدأ نختار الأشخاص اللي بيقول لك أنا بشرح لك هاي المحاضرة أنا اللي بساعدك بهاي المحاضرة تعال نبحث عن الواجب سوا تعال نتساعد بالواجب الفلاني تمام؟ رح نختار الشخص اللي وجوده بالجامعة رح يملي علينا الجامعة غيابه رح يحسسني أنه الجامعة فاضية ما لها أي معنى والدوام ممل بدأ نختار الشخص اللي رح نتصور معه نلتقط معه أجمل الصور والذكريات اللي رح تكون ما بعد التخرج رح تحس بقيمة هاي الصور التذكارية ورح تساعدك أنك تكون عشت أنت حياة جامعية سعيدة النصيحة الثالثة وهي أهم إشي اللي هي المحاضرات المحاضرات رسالتي لكل طالب إذا ما بيحب يدرس بالبيت كثير وإذا بده يعتبر المواد الجامعية هي عبارة عن تسلاية أنا بنصحكم بشدة بحضور المحاضرات وأبدا أبدا إذا بدك تكون طالب نيرد ما بتضيع على نفسك ولا محاضرة كيف نحن ممكن نتخطى هاي النقطة أو ننجح بهاي النقطة بدنا نستعين بالبداية بأصدقاء من دفعات أكبر مننا الدفعات اللي قبلنا رح يساعدونا بترتيب الجدول يكون مناسب بعدد ساعات مناسبة وفترات مناسبة هاي الفترات المناسبة بدت تكون تتوافق ما بين حضورك للمحاضرات وما بين البريك أنك تأخذ فيه راح بالبداية حلو يكون عندك بين كل محاضرة ومحاضرة بريك تتسلى بهذا البريك مع أصحابك تروح وتيجو بحيث أنك تحضر كامل محاضراتك وتتسلى بنفس الوقت بدي أحذر من شغلة أنه يكون الجدول مليان محاضرات ورا بعض أنه يكون في عندنا محاضرة وراها محاضرة وراها محاضرة إلى آخره لأنه هيك راح يتعب الواحد راح يميل ورح يزهج وما راح يحضر محاضرات بالنهاية أنت طالب جاي تتعلم وتنبسط أنت مش مكنا حضورك بالمحاضرات راح أطيك 30% من الدراسة والتركيز ضمن المحاضرة راح يضيف أيضا 30% من دراستك للمادة فهيك بكون عندك أنت 60% من المادة ما في مانع ضمن المحاضرة أنك تعمل نوت ورا الدكتور تسأل دور ورا المعلومة تظلك ورا المعلومة لحتى تحصل عليها ولا تخجل من السؤال أغلبنا بخجل من أنه والله بدي أسأل بخاف أنه مثلا يضحكوا علي أو مثلا فكرتي ما توصل لا أسأل شو ما كان كل شي ببالك أحكيه ضمن المحاضرة إذا تعرف بس موضوع المحاضرة قبل ما تحضرها فأنت راح تبدع بالجامع بس أنك مجرد أنك تعرف أنت فايد تحضر محاضرة تحكي عن إشي عن الموضوع اللي أنت راح تأخذه أما إذا بتقرأها قبل ما تأخذها يعني قراءة بس هيك على الماشي أنا بضمن لك أنه أنت تأخذ الامتياز بهاي المادة إذا بتفرغ المحاضرة وبتقرأها بتماعن راح أضمأ لك تكون من الأوائل على دفعتك يعني قبل ما تحضر المحاضرة بتكون أنت تنفرغها مثلاً بتكون أنت قارئها بتماعن مزبوط كل المعلومات اللي فيها قارئها بس صف أنه الدكتور يرجع يشرح لك ياهات هون أنت بتكون ضمنت مقعد من الأوائل على الدفعة بصف عندنا متابعة بسيطة بالبيت قراءة المحاضرات اللي أخذناها بأوكاة الفراغ سواء كان بالباز أو نحن عم نستنى هاي كفي لأنه تخليك أنت متابع جيد للمواد ما راح تكلفك كثير للتحضير للامتحان راح يصير عندك تحضير للامتحان إشي قراءة يعني بس قراءة على الماشي وبالنهاية آخر شي في عندنا الويك اند طبعاً بالويك اند حلو إنه إحنا نعيش حياتنا ننبسط فيه بس لازم إحنا نخصص جزء منه لحتى نسد العجز اللي عملناه بالأسبوع اللي قبله يعني بالمجمل بالمجمل والرسالة نهائية إنه إحنا ما منبلش أسبوع جديد وإحنا متراكم علينا إشي من الأسبوع اللي قبله النصيحة الرابعة معنا لليوم وهي إنه ما تطلع من الجامعة بشهادة جامعة فقط يعني شهادة بكليوريوس فقط نحن بندخل على الجامعة الهدف الأساسي إنه نحن نتخرج نأخذ شهادة الجامعة بس ولكن ضمن هاي المرحلة في عندنا تفاصيل بسيطة راح تقويك أكثر وتجهزك لسوق العمل وتجهزك لما بعد التخرج بدك تحرص على إنه الشخص اللي دخل هاي الجامعة راح يطلع بإنجازات على الصعيد العلمي والصعيد الأكاديمي يعني إحنا أخذنا الشهادة طيب غير هيك في عندنا التطوعي والنفسي والفكري والثقافي كلهن بنفس الصعيد نحن لازم ننجزهن خلال مرحلتنا الجامعية التطوعي بدنا نسأل وين في مبادرات وين في دورات تخليك شخص واعي مثقف فهم الحياة صح لأن الجامعة بصراحة هي عالم واسع بدنا نحن نستغل كل لحظة فيه كل نشاط كل فكرة بتصير فيه نحن بدنا نستغل إنه نكون موجودين فيها مشان بكرة لما إحنا بدنا نتخرج نجي نمسك السيفي كيف بدنا نعبيه شو بدنا نعبيه بنصفن بالسيفي ما راح تلاقي شي تقدر تعبيه غير إنك والله يتخرج من الجامعة طيب وبعدين أوكي أخذت شهادة مثل مثل أي طالب درس وجاب شهادة بدنا نحرص على إنه إحنا نكون عضو فعال بالمحيط اللي إحنا فيه لحتى نفيد نفسنا بالأول والنفيد اللي حوالينا لحتى يتعبى السيفي عندنا بدورات ومشاريع وتطوعات نحن قمنا فيها طبعا إذا كنت اللي عم تسمعني أنت من أصحاب التخصصات الطبية بدك تحرص على إنك تشارك مع دكاترة الجامعة بالأبحاث العلمية هذا الإشي جدا مهم هالشي راح يخليك تحب تخصصك أكثر تقترب من التخصص وتبدع فيه ورح تكتشف إنه بعد ما تتخرج فيه ناس بتدور على هاي الأمور على الناس اللي بتشتغل على الناس اللي بتشتغل مع الدكاترة بالأبحاث حتى لو ما انتشر اسمك لو بس شاركت بجرد مشاركة كمان أي مشاركة بأي مسابقة بتنطرح بالجامعة بالكلية لازم يكون عندك اهتمام فيها راح تحقق النجاح فيها أنت شارك فيه حتى لو ما نجحت بالنهاية راح تحقق نجاح مجرد مشاركتك فيها يعتبر نجاح إلك على الصعيد الشخصي اطلب من الجامعة من عمادة شؤون الطلبة من النوادي الطلبية اسأل عن النوادي الطلبية شارك بنادي واحد على الأقل النوادي الطلبية اطلب منهم محاضرات اطلب منهم دورات دورات خارجية تدعم التخصص اللي انت فيه حاول انك تطلب الدورات اللي بيكون سعرها غالي على اغلب هاي رح يطرحوها الجامعة بشكل مجاني طلاب التخصصات الهندسية في عندهم دورات كثير غالية طلاب التخصصات الطبية عندهم كثير دورات مهمة مهمة جدا جدا شارك بكل فعالية رح تنطرح اذا كان يوم علمي معرض للجاليات حملات ضمن الجامعة حملات بتقوم فيها الطلاب ابتكر انت حملات وفعاليات وشارك فيها الجامعة فرصتك الذهبية لتطور شخصيتك وتسقل مهاراتك بالتخصص اللي انت مبدع فيه ولا مانع من التعرف على مهارات من تخصصات ثانية يعني روح على تخصصات ثانية تعرف على اصدقاء شبك مع ناس مع طلاب من تخصصات ثانية هذا الشي رح يعزز مهاراتك وحتى ثقافتك تتوسع يعني الجامعة هي المكان اللي رح تتعرف فيه على نفسك وعلى مواهبك قد ما قدر قد ما قدر تتواصل مع ناس مختلف المجالات تتواصل تعرف على الصغير قبل الكبير شبك مع طلاب وخلي عندك قاعدة طلابية كبيرة أنا بضمان لك تتخرج من الجامعة وانت معك كم هائل من المعلومات والثقافة والتطوعات والدورات اللي رح تفيدك ورح تكون دعم إلك بالسي في تبعك لما بدأت قدم على أي عمل وآخر نصيحة معنا لليوم اللي هي نصيحة مني إلك كطالب على الصعيد الشخصي يعني بتسمع أي النصائح وبتفكر بينك وبين نفسك أنا كيف ممكن أستفيد من حياتي الجامعية لا مانع أنه تتناول القهوة مع أقرب الأصدقاء إلك تروح وتقعدوا بالكفي مثلا بأوقات الفراغ بأوقات البريك عيش حياتك ضمن الجامعة قد ما قدرت خذ صور وذكريات بكل أماكن الجامعة صدقني بعد ما تتخرج رح تلاقي قيمة لهذا الإشي لا تروح للجامعة وأنت محبط مهما كانت الظروف ومهما كان الجو اللي أنت عايشه دخلت الجامعة ابتسم قابل أصحابك وأساتذتك بوجهه بشوش ومبتسم خليك دائما بشوش وفرحانه أنه أنت رايحة للجامعة أنا رايح أدرس أوكي بس رايح كمان أعيش حياتي بالمقابل خليك إنسان مهذب بكلامك بلبسك بأناقتك لا تبارغ كثير اللبس صراحة الجامعة مش مكان لعرض الأزياء حلو يكون إليك ستايل خاص فيك مكان بالجامعة خاص فيك تقعد فيه بنصحك أنه ما تسوف ما تأجل وإذا اضطريت أكتب نوت أنه عليك كذا أنا لازم أنجز كذا أنا قصرت بالناحية الأفلانية ونصيحة أخيرة أنه لا تركز على أنه أنت بدك تزبط بنت أو أنت بدك ترتبطي بشب من الجامعة لأن الجامعة مش مكان مخصص للمواعدة والمصاحبة ممكن يكون المكان اللي أنت ممكن تلاقي فيه شريك حياتك بس مش صاحبك أو مش صاحبك عفوا أو مش صاحبتك وبالتوفيق لكم أصدقائي وإن شاء الله حياة جامعية سعيدة لكم وأهلا وسهلا فيكم بالمجتمع اللي رح يطوركم واللي رح ينمي ثقافتكم ومهاراتكم ويعطيكم ألف عاقين اشتركوا في القناة